اهلا بكم تخطيطنا اليومية لمهرجان موازين تواصلة والبداية من هنا من الموقع الاثري الشلة واللي يحتضن عروض موسيقية 100% نسائية الموعد الأول كان مع الارمينيا ماشا غريبيان واللي اتحفت الجمهور الرباطي بريبرتوارها اللي كيمزج بين موسيقى الجاز والموروث الأرميني والذات مقطوعات من ألبومها جديد Joy Ascension موسيقى 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 لديت إذن قلبي لديتتعاري ونواجدت بجيء في امتحب بشكل ذلك لدي أمه هنالك safety ونحن وتمع يوم مرسا ومجيطة في سبانة سنة كبيرا سنة كانت في سلساعة اتمنى بمعذه بالعارميني ومع أيضًا في سريع والعام corro ، في صورة البحث فهنافه الإذنين كما مجيزتي في السمودة بشكل العربي ولكن من أن أمراه يساعد من من العلمة ومنجره في معلومة الموسيقى وقتها يتعب في هذه المنزل ويجب ذلك، في مرحل كنت أصبع لنها عددت لنهاية، أصبع لنهاية ويأتب لنهاية لنهاية ويجب أن يكون دعوة أسماً نهاية لنهاية ويجب أن أطلق في هذا المنزل ويجب أن أحبت ذلك لنهاية كان لنهاية قد دعوة موسيقى موسيقى La musique fait partie de la culture tous les jours, mais je pense qu'ici aussi, la musique fait partie de tous les moments de fête, évidemment les mariages, mais les enterrements aussi, on joue pour les baptêmes. La musique est très présente au quotidien, dans la vie des gens, les gens connaissent très très bien la musique, les chants traditionnels, effectivement quand on commence à chanter une chanson, tout le monde se met à la chanter, tout le monde connaît les paroles, c'est une culture très très... Et puis la musique elle a cette profondeur, et pour moi c'est toujours mystérieux d'aller dans des pays à l'étranger, de me dire que cette musique elle touche le monde entier, où qu'on soit. Musique 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 من شاء الله نمشيوا للمسرح الوطني محمد الخامس باش نحضروا العرض غنائي استمتع خلاله الجمهور الرباطي بأغاني من الموشحات والقدود الحلبية رفقة المضطرب بدر رامي حضرنا العرض واطلقنا به العشق والله ما بتتخيلوا مدى ساعاتي بمشاركتي في هذه الدورة لمهرجان موازين وسعيد جدا أنني سألتقي بالجمهور المغربي اللي توحشته بالزيف ومشتقله جمهور المغربي عنده أفضال كثيرة علي بدر رامي طلع من المغرب وعرف بالمغرب أولا وبعدين الحمد لله الاسم بدأ ينتشر بالعالم أنا أعشق الجمهور المغربي جمهور الذواق الكريم الأصيل طيب الجمهور يتسلطن عندما يشعر بالفنان أنه تسلطن والسلطنة تأتي بالتجاوب والتفاعل بين الجمهور والفنان لما الفنان بيشعر أنه الجمهور بدأ يمشي معه بالغناء وبالكلام وبالتصفيق أو بالسمع فقط الفنان يتسلطن وينتشي عيني يا ملك سيدي يا ملك روح يا ملك عيني يا ملك يا ملك يا ملك يا ملك حقا ملك يا ملك يا ملك اشتركوا في القناة